استمرار الأمطار في جنوب وغرب منطقة الرياض وموجة من الأمطار الغزيرة تضرب المنطقة الجنوبية يتوقع أن يتجدد نشاط الصحب الركامية الرعدية اليوم في نطاقات واسعة من المملكة وتتكاثر الصحب الركامية الرعدية وتتساقط الأمطار في أجزاء مختلفة من غرب وجنوب منطقة الرياض والأجزاء الغربية من كل منحائل والقصيم والأجزاء الداخلية من منطقة الشرقية والربع الخالي إضافة لعموم المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة نقصد بهذه المرتفعات جزان وعسير والباحة والطائف مع احتمالية لامتدادها نحو مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إضافة للمدينة المنورة وتبوك والجوف ويتوقع أن تضرب المنطقة الجنوبية بما في ذلك التهامة وربما السواحل وسحب رعدية كثيفة تترافق مع حطور الأمطار الغزيرة وزخات البرد والرياح النشطة مع ساعات العصر والمساء حيث يحتمل أن تعمل على تشكل السيول التي قد تكون جارفة أو منقولة في بعض النطاقات الجغرافية كما تمتد الأمطار بحدة أقل نحو الباحة والطائف وقد تطال مكة المكرمة أثناء المساء والليل المتأخر نتمنى السلامة للجميع ولمزيدنا المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب تمتم في أمان الله